يقول السائل يريد من سباحة الحيض أن يتحدثوا عن أربية التوحيد بنسبة للمسلمين التوحيد هو الأصدق الذي يبنى عليه سائر الأعمال فالأعمال بدون توحيد لا قيمة لها ولا فائدة منها قد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منتور والله جل وعلا قال أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشع والشرك ضد التوحيد والمسلم لا يقبل منه عمل ولو أشرفوا لحرض عنهم ما كانوا يعملون الشرك يحبط جميع الأعمال والعيال الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال فلا بد من معرفة التوحيد ولا بد من معرفة ما يغاد به وهو الشرك لا بد من هذا يدرس العقيدة الصحيحة التي هي على منهة السلف الصالح ويعتقدها ويتمسك بها